الرئيس العاشر لجمهورية العراق يمر بأزمة سياسية وانسداد في حوارات التوافق على المرشح للمنصب بين الحزبين الكرديين انتخاب الرئيس الجديد ينتظر توافقا سياسيا بين الديمقراطي والاتحاد الكردستانيين إلى جانب قرار المحكمة الاتحادية فتمرير إعادة فتح الترشيح سيرفع من حضوظ ريبر أحمد برزاني أما العكس فسيعقد المشهد أكثر فيما يرجح الديمقراطي حسم الملف تحت قبة البرلمان عبر التصويت الأخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني يصرون على اسم بعينه وهذا ضد مبدأ التوافق على هذا المنصب نحن نعتقد بأنه من الأفضل الذهاب بممثل واحد بمرشح واحد للمكون الكردي ولكن إن لم نصل إلى اتفاق مع لخف الاتحاد نحن نعتقد بأنه لدينا الأغلبية لتمرير مرشحنا لسباق رئاسة الجمهورية وفي حال ذهبت المحكمة الاتحادية إلى عدم دستورية إعادة فتح الترشيح لمنصب الرئيس فأن الديمقراطي سيندفع باتجاه مرشح مستقل أما الاتحاد الكردستاني يؤكده إن باب الحوار مازال مفتوحا مطالبا غريمه الديمقراطي بعدم مزاحمته على المنصب لتحجيم المشكلة والحفاظ على وحدة الإقليم الاتحاد والديمقراطي لديهما اتفاهمات واتفاقات سياسية وما ينعم به إقليم كردستان من استقرار سياسي ولربما ازدهار إن صح التعبير هو نتاج لتوافق الاتحاد والديمقراطي نحن لم نزاحم الحزب الديمقراطي الكردستاني حتى في مدير مدرسة ولكن هم بدأوا يزاحمون الاتحاد في مناصب لدورتين لذلك على الحزب الديمقراطي أن يكف على هذه المزاحمات حتى نتمكن من تكون لدينا علاقات وطيدة نواجه التحديات المشتركين أما بخلاف ذلك بالتأكيد سيكون هناك تبعات داخل الإقليم كردستاني في الحكومة الاتحادية يوما بعد آخر يزداد مشهد حسم مرشح الجمهورية ضبابية مع استمرار الخلافات داخل البيت السياسي الكردي رغم جملة لقاءات واجتماعات عقدت للخروج بحل توافقي وهو أمر لم يتحقق حتى الآن ميثم الجناحي العراقية الإخبارية بغداد